وعلى مستوى وليات تير الزمور خلد المواطنون هناك عيد الأطحى المبارك بما يريق بهذا اليوم الأغر من عبادات وعدات ففي باحة البلاصة الرصمية الواقعة وسط البدينة وقيمت صلاة العيد بحضور ولي تير الزمور وجمع من المصلين الله أكبر الله أكبر وقيمت صلاة عيد الأطحى المبارك في بدينة زولاد وسط حضور جمع غفير من المصلين الذين تنادوا إليها وقلوبهم خاشعة توبة وإيمانا وحناجرهم تصدح تكبيرا وتهليلا وتسبيحا كان في الصف الأول مع وفدي من السلطات لدارية والجهوية والي تير الزمور سيد محمد المختار العبدي وقد أمر مصلين فضيلة الإمام محمد عبد الرحمن ولطالب أحمد الله أكبر الله أكبر وفي الخطبتين الأولى والثانية استحضر الإمام فضائل هذا اليوم الأغر والسياق التاريخي لقصة نبينا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل داعيا الجميع إلى أخذ الدروس والعبر من موقفهم النبيل في التضحية في سبيل الله عز وجل هذه طاعة الله من أبن وذنه لمن لا يعرف الطاعة نحمد الله تعالى على هذا الفداء الذي لو لاه لقل من ضحى فهذه هي السنة هذه سنة العيد وأسبابها وقد أحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضب عليها وتعريفها هي ذبح شات ضحن يوم العيد تقربا إلى الله تعالى وهي سنة واجبة على أهل كل بيت قدروا عليها بعد الصلاة مباشرة جاءت لحظات تبادل التهاني والتبركات بين الجميع في باحة المصلى لتتواصل بعد ذلك العادات والتقاليد التي ذأب المسلمون على إحيائها في هذه الأيام امتثالا لما أمر الله به سبحانه وتعالى عباده في الكتاب والسنة المؤمن في هذا اليوم يكثر من التكبير والذكر لله عز وجل والتهليل وخصوصا هذه الأيام يندب هذا الذكر بعد صلاة الظهر من اليوم إلى ثلاثة أيام لأيام التشريق الثلاثة ويندب في هذا اليوم صلة الأرحام والتصدق بالمال والتسامح وقول المؤمن للمؤمن تقبل الله منا ومنكم فهذه أمور تندب في هذا اليوم ويندب في هذا اليوم أيضا أن المؤمن عليه أن يسعى جاهدا إلى أن يكون عونا لأخيه وأن يكون ساعدا له وأن يكون من المؤمنين الذين يحبون الخير لأنفسهم ولغيرهم وبعد صلاة العيداتها نتوجه للمنازل جيران نسلموا عليهم وفي الدحميس في المساء نمشوا من الشور الناس الكبار اللي ما قدينا نجوها أول نهار وبعد ننتوفى مراسم العيد وذبح الأضحية نبدأ أموالي بجولة في المدينة خرصو المناطق الساحات العمومية اللي عادة تتوجه الناس شورها ومتمنين إن شاء الله لأهر الزويلات ووهر الموريتاني كاملين عيد سعيد إن شاء الله مختار بابو الأحبادو قناة الموريتانية مدينة زويرات اشتركوا في القناة